وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري أكد نواب أهمية متابعة ورقابة التبرعات الموجهة للمؤسسات العمل الأهلي مشيرين إلى قيام الجمعيات الأهلية بالعمل المجتمعي الذي يخدم المواطنين كان ضروري أن نعرف أكثر لأن حجم التبرعات بالذات اللي بيتم جمعها داخل مصر من خلال ترخيص جمع الأموال كان كبير ودي بتبقى أموال المصرين البسطاء يعني اللي بيقدم التبرعات دي مش الأغنية بس ولكن المصرين البسطاء كمان بيكون فيها الزكاية فلوس الزكاية خلينا نقول إن داي خلينا نبقى عايزين نعرف أكتر إيه تكلفة من الجنيه إيه قيمة المصاريف الإدارية أو الأصول اللي بتشتريها المؤسسة علشان تخدم بيها على أنشطات تنوية فسألنا الوزارة النهاردة فين دورك في مراقبة هذه الجمعيات اللي المفروض بتتلقى تبرعات لصالح المصريين تعبر عن المصريين الحاجة التانية اللي اتكلمت فيها هي المصاريف الإدارية للجمعيات الإهلية إحنا طبعا شايفين إن المصاريف الإدارية مش مطبقة بالطريقة المثلة فيها حاجات كتير محتاجة إن الوزارة يكون مراقبة عليها علشان تبرعات المصريين تكون لصالح المصريين موسيقى